الحاج المصلي محمد سعيد مصطفى يبلغ من العمر سبعين عاما قضى معظمها في صناعة مجسمات المنازل المصلية القديمة والكثير من الأدوات المنزلية حبا بهذا العمل الرغبة عندي أحب كل شي جميل عمل يدوي، رسم، تراثي، معارض جميلة، بناء قديم يعجبني فأريد أن ترجم هذا الشيء كحقيقة فكان عندي صديق نجاة ألف رحمي على وحو وأقف عندي أحيانا والفضلات التي قام باشرت بي أشتغل اشتغلت أشياء بسيطة ثمار فاكهة وأحيانا تطورت إلى أشياء أكثر فاكهة ولونتوها أيضا وإلى جانب شغفه بما يقوم به في محلة الميدان حيث وقت يهدف الحاج محمد إلى توثيق ما يتعلق بتراث الموصل لكي يبقى محفوظا وتتعرف عليه الأجيال القادمة هذه إحياء هذا التراث ويبقى خالدا إلى أجيالنا وأجيال أجيال القادمة ليتعرفوا على تراث الموصل العريق الأصيل وكيف كان آبانا وأجدادنا وكيف كانت العادات والتقاليد والحياة الاجتماعية لتلك العوائل وكيف كانت حياتهم بالصيف والشتاء والطيلين وكان دمار الموصل حافزا كبيرا للحاج محمد لإنتاج المزيد من الأعمال التي توثق الموصل قبل وبعد ما حل بها فبعد المصائب والنكبات اللي حلت بالموصل العزيزة ومحلت الميدان الذي محيات عن آثاري وكلها اشتغلت في إحياء قصة من تلك التراثيات وتلك الآثار التي نشأتها ولاحظتها بعيني وأحسست بها كنت أشتغل بها وأن تشتغل الحمد لله قدرتها ننتج هذه الأوريضة تعالكم بالشاشة الحاج محمد الذي امتهن توثيق الموصل بتفاصيلها الدقيقة يأمل أن تكون أعماله حافزا لشباب الموصل للحفاظ على تراثهم والتمسك به ترجمة نانسي قنقر